أستأذن حضراتكم بس أن نتعرف على تفاصيل أكتر عن تدريبات الفريق مع مرسلنا العزيز وزاملنا العزيز فروس صلاح فروس صباح الفل عليك اتفضل احنا سمعين صباح الفل عليك يا كريم وطبعا بصبح على كابتنا الكابتن فؤاد عبد الحبيد والكابتن سعيد أنور وطبعا بقول لهم منورين البيت الكبير وقناة النادي الأهلي وطبعا كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل يا كريم زمان تقولت الفريق استأنف تدريباته اليوم بعد المباراة الودية اللي خضى الفريق بالأمس أمام فريق الغابة وانتهت بفوز النادي الأهلي بسبع أهداف نظيفة النهاردة الفريق استأنف تدريباته وتدريب استمر لمدة 45 دقيقة ابتدى في تمام الساعة التاسعة وانتهى في تمام الساعة العاشرة الربعة طبعا كان فيه مجموعة اللعبين اللي شاركوا باللقاء الود الأمس كان فيه مجموعة من اللعبين الناشئين مستر بيتسو موسماني فيه استشفى للعيبة اللي شاركت بصورة أكثر ووقت ممكن في المباراة زي رامي ربيعة ومحمود وحيد وعبد القادر طبعا المجموعة الناشئين اللي شاركت فيه اللقاء مستر بيتسو موسماني أشاد باللعيبة وأنا برضو من خلالك كريم يعني عايز أشيد بالدور قطاع الناشئين في النادي الأهلي والكابتن خالب بيبو واللي قبل الكابتن خالب بيبو برضو عشان نكون منصفين إن نوعية اللعبين اللي موجودين من قطاع الناشئين في النادي الأهلي ومستر بيتسو موسماني تكلم في هذا الأمر عندنا نوعية اللعبين بتلعب في أكثر من مركز ودي الأمور الفنية اللي بيشتغل على قطاع الناشئين في النادي الأهلي إن لعيب النادي الأهلي لازم يلعب في أكثر من مركز دي من النقاط الأشاد بيا بيتسو موسماني طبعا عايز أطمنك أيضا على حالة المصابين النهاردة التدريب شهد عودة طاهر محمد طاير وكهربا يعني بعد حصولهم على راحة للشعور بجهاد في العضلة الخلفية فمستر بيتسو موسيماني طبعا كان الفضل أنه يدي راحة للعبين الدكتور أحمد أبو عبلة يعني اتبع البرنامج التهيلي اللي كان موضوع ليهم النهاردة انضموا للتدريبات عايزة طمنك أيضا على حسين الشحات وياسر إبراهيم اللي خلاص هيلتحق بالفريق عاقب طبعا مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني منح للعبين راحة لمدة 3 أيام هتكون الخميس والجمعة والسبت أجازة والفريق هيستاني في تدريباته يوم الأحد إن شاء الله يبقى يكون في رساة تمام الساعة الرابعة عصرا مع بداية انطلاق التدريبات طبعا هينضم حسين الشحات وياسر إبراهيم اللي خلاص يعني أقدر أطمنك عليه أيضا بالنسبة لبيرستاو وخلاص في المرحلة الأخيرة من مراحل التأهيل الموضوع من الجهاز الطبي لبيرستاو تقدر تقول إنه خلال أسبوع بالكتير إن شاء الله يكون موجود في التدريبات الجمعية طبعا يا كريم أنت تتركت النقطة في غاية الأهمية وهي مباراة الدور التميدي للنادي الأهلي في دور أبطال إفريقيا نادي الأهلي طبعا يحامل اللقب في آخر نسختين هيلتقي مع فريق حرس الوطني ببطل النيجر طبعا التنسيق بيتم من الآن طبعا والتواصل مع معالي السفير نبيل ميكي سفير جمهورية مصر العربية لدى النيجر اتصالات مستمرة من النادي الأهلي المسؤولين في النادي الأهلي الكابتن سيد والكابتن سمير عادلي أيضا توفير بعض المباريات لفريق الحرس الوطني الميستر بيتسو موسيماني عايز تفرج على بعض المباريات لفريق الحرس الوطني في الدوري النيجر وأيضا المباراتين اللي خدهم مع بطل بورندي يعني لو فيه إمكانية أنه يحصل على هذه المبارات أنه يتابع الفريق طبعا لكل الإجراءات الخاصة بالسفر الأمور دي كلها بتتم على أفضل ما يكون من جانب النادي الألم تقدر تقول يا كريم الفريق خلاص مستر بيتسو موسيماني في كلامه مع اللعبين بنبه اللعبين نحن داخلين على مرحلة مهمة جدا المرحلة القادمة أنك تدافع على لقبك أمر مهم جدا الحوافز وتجديد الضوافع للنعبين للحفاظ على اللقب بإذن الله زي ما قلت لك كريم الفريق خلاص راحة ثلاثة ياما يستانف تدريباته إن شاء الله يوم من الأحد أنا موجود معاك كريم لو فيه أي استفسار أو أي تساؤل ما فيهش وراء استفسار وراء تساؤل فيه بس كل الشكر ليك زيبنا العزيز فاروق صراح نورت الدنيا وصباح الفل عليك منشكرك على التفطية المميزة دي